ابقى معنا علي لماذا اختارت السلطات التونسية هذه المدينة مدينة العامرة في السفاقس لإيواء المهاجرين وهل من خطة لتفادي الأحداث الأمنية التي شهدتها هذه المدينة في اليومين الماضيين بالفعل منطقة العامرة أصبحت آخر نقاط تجمع المهاجرين غير النظاميين قبل ركوبهم قوارب الهجرة نحو أوروبا منطقة العامرة كانت على موعد قبل يومين مع قدوم حوالي 800 مهاجر غير النظامي جاءت بهم السلطات من وسط مدينة سفاقس في حافلات إلى هنا ما تردد أو ما ردده أو ما قاله المهاجرون بأنهم وعدوا بأنه سيتم توفير إقامة لهم في إحدى المخيمات هنا ولكن هذا ما نفته السلطات وقالت أنها ترفض أي شكل من الأشكال توطين هؤلاء في المنطقة نأخذكم قبل ذلك في جولة في هذا المكان تحت أشجار الزيتون أين يتجمع هؤلاء المهاجرون غير النظاميين من عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء من السودان من الكوديفور من مالي من غينيا جميع الدول الأفريقية المحاذية وعلى الحدود مع الصحراء الغربية جنوب الصحراء طبعا متواجدون هنا وأوضاع ربما إنسانيا لو صح القول هي مأساوية هناك طبعا ضعف في التموين وهناك ضعف أيضا في مراكز الإيواء لهم هناك أطفال ونساء أطفال طبعا قصر يعيشون هنا في العراء أيضا تحت درجات حرارة الآن تصل إلى حدود 35 أو 36 درجة طبعا يقولون سألناهم إن كانوا هناك قد تلقوا مساعدات من السلطات أو حتى من المنظمات قالوا فقط هناك مساعدات من المتساكنين وهي مساعدات بسيطة في الحقيقة تلقوها هناك من قدم لهم بعض الأغطية وبعض المأكلات وهناك من فتحهم لهم ربما الحنفية لتزود بالمياه لكن هذا الوضع أيضا ربما أثر على المنطقة وعلى المدينة بحد ذاتها حيث تحدثنا مع عدد من المتساكنين والذين قالوا بأن الوضع أصبح ربما غير مريح لوجود هؤلاء هنا باعتبار يقولون بأن وجودهم غير منظم ودعوا السلطات إلى ضرورة توفير حلول جذرية ونهائية لهم بغض النظر عن الوضع القانوني أو غير قانوني للمتواجدين الذين يعيشونه هنا طبعا هذه منطقة العامرة هي آخر منطقة في تجمع المهاجرين غير النظاميين في محافظة سفاقس ومنها طبعا يعبرون نحو المياه الإيطالية من هنا تبعد تحديدا 150 كيلو متر يعني الحدود التونسية عن الجزيرة لمبادوزا في إيطاليا حوالي 150 كيلو متر تبعد من هنا وهي أقرب نقطة لعبورهم طبعا القوارب التي يركبونها والتي نقلناها سابقا هي قوارب حديدية لا تتوفر فيها أبسط شروط السلامة والتي تضمن ربما وصولهم إلى التراب الإيطالي كانت هناك طبعا خلال الأيام الأخيرة الماضية تحدثت سلطات الإيطالية عن وصول ما يقارب 8000 مهاجر غير نظامي في يوم واحد إلى الجزيرة جلهم قادمون من تونس للمفارقة أيضا أن منطقة العامرة هنا التي يسكنها حوالي 45 ألف ساكن تونسي يتحدث ربما السكان هنا وحتى بعض الناشطين من المجتمع المدني الذين تحدثنا معهم عن وجود طبعا أكثر من 15 ألف مهاجر جاءوا إلى هنا منهم أيضا الثمانمائة الذين جاءوا قبل يومين بعد إجلائهم من وسط محافظة صفاقس علي القاسمي من العامرة نقطة انطلاق المهاجرين في ولاية صفاقس التونسية وأيضا من أمام مركز استقبال المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا ياسر أبو معيلق شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر